موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نستضيف فيها محافظ محافظة تعز الأستاذ علي المعمري نناقش معه الأوضاع في تعز ودور السلطة المحلية في المحافظة موسيقى شهدت مدينة تعز اجتياحا مسلحا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في إبريل 2015 كواحدة من أوائل المدن التي اجتاحتها الميليشيات الانقلابية واجهت تعز العدوان الميليشوي بصلابة وكانت المقاومة الشعبية التي تشكلت من أبناء المحافظة هي الحجرة التي تحطمت عليها أوهام الانقلابيين بإسقاط تعز خلال ساعات غير أنها لم تسلم من صنوف التنكيل والوحشية من قبل 12 لواء تابعا للمخلوع بالتحالف مع ميليشيات الحوثي والتي جعلت المدنيين والتجمعات السكانية هدفا مباشرا للانتقام وضربت طوقا من الحصار المطبق على ما يزيد عن 3 ملايين نسمة مؤخرا شهدت المدينة اختلالات أمنية كبيرة برزت فيها على ما يبدو خلايا نائمة وغابت فيها الدولة ومؤسساتها بشكل أثار استياء واستغراب أبناء المحافظة يأتي ذلك كأعباء إضافية على معاناة أبناء تعز بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة وانقطع الرواتب ومحاصصات ومناكفات الأحزاب السياسية وغياب تعز عن خطة التحرير لتوضيح هذه الصورة من وجهة نظر السلطة المحلية معنا من عدن عبر الأقمار الاصطناعية ضيفنا الكريم الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز بداية أرحب بك سيئة المحافظ في برنامج فضاء حر والبداية معك بسؤال الأكثر الحاحل لماذا أنت خارج تعز منذ ما يقارب العام أستاذ علي في البدء أحييك وأحيي مشاهدي قناة بلقيس الجواب أولا أنا لم أغادرها تعز بشكل يومي حاضرة من خلال أعمال نقوم بها في عدن الأمر لم يتجاوز الخمسة أشهر أنا غادرت تعز إلى تركيا من أجل موضوع الجرحة وأنتم تعلموا في قناة بالقس موضوع الجرحة في تركيا كيف سعينا إلى أن نحصل على منح علاجية لجرحة وصلوا إليكم في إسطنبول والدفعة الثانية قريبة ستصل بإذن الله نحن غادرنا تعز لأن معظم احتياجات تعز لن تلبى إلا من خارج تعز اليوم لكي ننقذ شيء في تعز علينا أن نغادر إلى عدن لأن الحكومة هنا نغادر إلى عدن لأن قوة التحالف هنا نغادر إلى الرياض لأن قوة التحالف موجودة في الرياض الرئيس موجود في الرياض الحكومة موجودة في الرياض وغادرنا مثلما قلت إلى تركيا من أجل البحث عن منح علاجية للقرحة أينما كنا تعز هي همنا الأساسي نحن نعمل من أجل تعز سوى كنا في عدن أو في غير عدن وجود هنا في عدن للمعلومة نحن أربعة أشهر هنا في عدن نتابع قضايا كثيرة أهمها تجنيد أو دمج المقاومة في القيش اليوم بفضل من الله لدينا أكثر من 32 ألف قندي من المقاومة قنود مقندين قدد ما يقارب 32 ألف مقند سنأتي إلى تفاصيل موضوع الدمج المقاومة في القيش لكن أيضا هناك من التساءل السيد علي الرد على سؤال لماذا أنا لست في تعز مثل ما قلت نعم أردك واضح وكافل لكن هناك من تساءل لماذا حتى لا توجد من أجل تعز أنا أينما أعتقد أن مصلحة تعز سأكون موجود نعم لكن هناك من تساءل لماذا حتى لا نجد بعض الزيارة التفاقدية إلى تعز ذهابا وإيابا باتجاه عدن يعني ربما وجودك شخصيا سيعزز من قيمة الدولة والسلطة المحلية بتعز خاصة ضمن الأوضاع الصعبة ومتدهورة في المدينة تعلمين أختي أن العاصمة انتقلت إلى عدن وكل البيانات وكل المعلومات ما يتعلق بالجيش والأمن والسلطة والوظائف المدنية لا توجد أي بيانات أو معلومات في العاصمة عدن اضطريت للبقاء هنا واستدعاء كل الكادر الوظيفي في الخدمة المدنية والمالية لتقديم بيانات صحيحة وحقيقية استغرق هذا الوقت مننا أشهر لكي نقدمها لوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية في عدن نحن أول محافظة سلمت كل الوثائق المتعلقة بأفراد الجيش وأفراد الآن بموظفي الجهاز المدني نحن أول محافظة سلمنا وما كان لهذا أن يتم لو لا قهود بذرت من خلال وجوده هنا في عدن لو ذهبت إلى تعز لن شغلنا بقضايا أخرى وما استطعنا أن ننقذ هذه الملفات ومثل ما أقول نحن في مرحلة التأسيس في تعز وفي عدن نعم إذن تعز هي كانت وائل من سلمنا البيانات وأنا خلال هذه المقابلة سأشرح الكثير نعم وهذا ما يتوقعه منك المشاهدين متابعين خاصة من أبناء المحافظة الذين تطلعوا كثيرا لمشاهدة وسماعك والكثير يعتقد بأنك كنت غائبا حتى عن الظهور إعلاميا لتوضيح وإبداء مواقف تجاه كثير من المستجدات التي حدثت في تعز خلال فترة الأخيرة ما هو تبريرك لغيابك أيضا حتى عن وسائل الإعلام للظهور عبر تصريحات تلفزيونية تجاهها أبناء تعز لتوضح موقف السلطة المحلية مما يدور في القضايا المهمة والقضايا الأساسية أنا أظهر في الإعلام لكن ليس من المفترض أن أظهر في كل قضية صغيرة في كل تفصيل صغير الظهور أحيانا قد يعطي أثر عكسي أعتقد جازما بأن في اللحظة التي ينبغي عليها أن أظهر في الإعلام سأظهر لكن أنا لست من محبي الظهور كثيرا في الإعلام أقول العمل يتطل وأنا أنتقد كثيرا من كثير من الإقوى أن تعمل أشياء لا بس بها تصنع أشياء لماذا لا تخرج للإعلام وتقول أنا لست من هوات الخروج للإعلام في كل موضوع عملنا وفعلنا وتركنا نترك المسائل للإنجاز لظهور نتائج على الأرض مثل ما قلت نحن في عدن استطعنا أن ننجز وسأقدم شرح مفصل في هذا الموضوع من خلال وجودنا هنا في عدن ولو كنا ذهبنا إلى تعز لما أنجزنا كل هذه الأمور أقول يا أختي إن كان أعطيني شيء من الوقت حتى أتحدث بالتفصيل في هذا الموضوع نعم سأعطيك لكن تعقيبا على ما قلته بأن المحافظة محافظة تعز وتواجدت في عدن أفضل إلى أن تعز كانت واحدة من أوائل المحافظة التي سلمت البيانات المتعلقة بالبيانات المدنية والعسكرية لكن بالمقابل تعز أيضا هي آخر المحافظة التي تستفيد من السلطة سواء على مستوى الرواتب أو الخدمات يعني ما قيمة تسليم البيانات بشكل مبكر دون أن يعود ذلك بفائدة لأبناء المحافظة حتى الآن أبناء تعز بدون رواتب سواء على القطاع العسكري أو المدني أختي العزيزة هذه المعلومة ليست صحيحة نحن في المحافظة الشمالية دعيك من المحافظة المحررة في المحافظة الشمالية لم تستلم محافظة سواء محافظة صنعاء في أول يوم من أجل موضوع كلنا نعلم لكن محافظة تعز هي الأولى التي استلمت جزئين من مرتبات التربية طبعا هذا أمر معيب في حقنا كلنا لكن كل المحافظات الغير محررة لا زالت وراءنا نحن المحافظة رقم واحد في موضوع استلام مرتبات التربية والتعليم الجزء الأول والجزء الثاني في موضوع تسليم مرتبات الشهداء والقرحة إلى اليوم محافظات عدن لحق الضالع أبيان وكل المحافظات لم تستلم مرتبات المرتبات الخاصة بالقرحة والشهداء نحن أنجزنا تسليم مرتبات لستة ألف قريح وأكبر حدود ثلاث ألف لثلاث ألف أسرة شهداء فيما يتعلق بمرتبات المدنيين مثلما قلت أول محافظة من المحافظات الغير محررة هي محافظة تعز ولم تستلم أي محافظة أخرى مرتبات حتى الآن فقط استلمت صنعاء لقطاع التربية يوم أن كان ممثل الأمين العام في الأول المتحدة مع ذلك لا توجد محافظة استلمت قبلنا الجميع مطوبرين خلفنا لماذا سيئة الحالة؟ موضوع المرتبات موضوع أقول في موضوع المرتبات هذا أمر معيب في حقه وفي حق السلطة المحلية وفي حق الحكومة وفي حق الرئاسة أقول لا يصح أبدا مدينة تقاوم وتقاتل واليوم وإلى اليوم ستة أشهر من غير المرتبات نحن نوجه نداء لفخامة رئيس الجمهورية لنايب رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نحن استلمنا في الشهر الماضي الجيش والأمن مع المنطقة الرابعة مع الإخوة في عدن لحق الضالع أبيان فيما يتعلق بقطاع الجيش والأمن نقول نوجه نداء لأخ رئيس الجمهورية بإصدار قرار بأن تعزب أيضا في قطاع المدني تستلم مع هذه المحافظات لا يمكن أبدا القبول بأن الناس قتال وحصار ودمار ومرتبات لستة أشهر منقطع عن الموظفين هذا أمر جريم هل لديك معلومات عن أسباب تأخر الرواتب؟ وأتصور وأنا أقول وأوجه نداء من هنا لفخامة رئيس الجمهورية وفخامة رئيس الجمهورية تجواب معنا كثير ووجه كثير هو الأخ رئيس الوزراء مشكلتنا في المالية والبنك المركزي وهم كل يوم يبررون المسألة بإشكالة تحصل هنا وهناك لكنني أقول من اليوم يفترض أن مرتبات القطاع المدني يفترض أن تصرف مع مرتبات القطاع المدني في المحافظات الجنوبية نحن لا يمكن أن يظل الناس قتل تشريد تهجير حصار وأيضا انقطاع مرتبات كثر الله خير الناس الموظفين وهذا أمر يعني يحسب لأبناء تعز أنه ستة أشهر من انقطاع مرتبات ومع ذلك يذهب الموظفين إلى أعمالهم الطبيب يذهب إلى مستشفى والأستاذ الجامعي يذهب إلى الجامعة وكل الناس سذهب لكن صبر الناس سينفذ وسنجد يعني ردود فعل سلبية تجاه السلطة المحلية وتجاه الشرعية أقول يفترض على الأخ فخامة رئيس الجمهورية نيب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واجدها فرصة أن نوجه ندام هنا أن مرتبات تعز يعني يفترض أن تصرف مع مرتبات أبناء المحافظات الجنوبية هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه وأنا أوجه ندام من على قناة بالقليس طيب أستاذ علي بالنسبة الوضع لكن ليس صحيحا أننا في آخر نحن أول محافظة من المحافظات غير المحررة أول محافظة ولم يستلم غيرنا وأنا كل يوم ذاهب إلى البنك المركزي وإلى المالية نحن الذين استلمنا أول الناس لكن لا يمكن الحديث عن استلام لمرتبات هو جزء من مرتب شهر من مرتب لستة أشهر ونحن اليوم في الشهر السابع نعم هي بدو مشكلة ليست متعلقة بتعزل لوحدها وإنما بالمحافظة المحررة بشكل عام طيب ننتقل أستاذ علي إلى الجانب الأمني والاختلالات الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة تعز والتي ظهرت فيها يعني جملة من الاغتيالات التي طالت رموز وقيادات للمقاومة إضافة إلى ارتباكات أمنية كبيرة شاركت فيها بعض القيادات المحسوبة على المقاومة كيف يمكن أن تفسرها وكيف تتابعها أقول فيما يتعلق بموضوع الأمن أختي العزيزة نحن استلمنا المحافظة ولا يوجد حتى طق واحد لدى الأمن نحن استلمنا الأمن صفر لا توجد أي إمكانية لدى الأمن وذهبنا إلى الأخ وزير الداخلية وطلبنا منه إمكانيات قال فقط استطيع أن يوفر المرتبات والتغذية والتغذية حتى اليوم لم تاتي لم يعطونا حتى طق واحد فخامة رئيس الجمهورية وجهه رئيس الوزارة ساعد في هذا الموضوع نحن بدأنا بإنشاء قلست أنا والأخ قائد المحور وطلب مني تجهيز قوة إمكانيات للشرطة العسكرية ما تم طلبه مني في تجهيز قوة الشرطة العسكرية التزمنا به تم شراء أطقم وأسلحة وذخائر للشرطة العسكرية ودفع تغذية للشرطة العسكرية اليوم قوة الشرطة العسكرية موجودة في تعز ونحن الآن بصدد تجهيز قوات القوات الخاصة أيضا بإمكانيات ويعني تعاون من رئيس الوزارة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية لا توجد لدينا إمكانيات إلا إمكانيات بسيطة وشحيحة لكن وزارة الداخلية ليست لديها أي إمكانيات لدعم قطاع الأمن قطاع الأمن يعني الموازنة التشغيلية صفر فقط هم استلموا راتب شهر واحد الشهر الماضي هذا راتب منذ عام استلم في قطاع الأمن الجيش لمدة عام يقاتل في الجبهات لم يستلم إلا لشهر واحد أخت العزيزة في ظل انقطاع مرتبات في ظل عدم توفر موازنة تشغيلية ماذا يمكن للأمن أن يفعل ومع ذلك نحن الآن مثل ما قلت هناك قوة شرطة عسكرية موجودة في المدينة لديها عدد من الأطقم لديها أسلحة لديها ذخير لديها أفراد جاهزين للحماية الأمنية وخلال أسبوع نحن نجاهز القوات الخاصة ستكون موجودة بتعز بتكيزات لا بأس بها الأمن نحن اليوم في معركة المدينة العنوان الرئيسي لها قتال شبه يومي المسلحين بالعشرات موجودين لأنهم يقاتلون في الجبهات حصول حوادث اغتيال هنا وحوادث اغتيال هنا هذا أمر نحن مستائن جدا لهذه المسألة نعتقد أنه ينبغي من الضرورة أن توقف هذه الاغتيالة لكن مثل ما قلت ما تفسيرك لها أسد ماذا يمكن لنا أن نفعل ماذا يمكن لنا أن نفعل ونحن لا نمتلك أطقم ولا نمتلك أسلحة ولا نمتلك تغذية لأفراد الأمن ومع ذلك ومع ذلك أنتم تركزون فقط على الجانب السلبي لماذا لا يتم الحديث أن هناك 14 قسم شرطة تعمل في تعز والمحبقية المحافظة لا تعمل فيها أقسام شرطة بحث جنائي ويعمل في تعز إدارة أمن وكانت موجودة إلى أن تم الهجوم عليها من جماعة مسلحة داخل المدينة الأمن يعمل بشكل لا باس به أقسام الشرطة مثل ما قلتم موجود البحث الجنائي موجود معظم قرائم القتل تم إلقاء القبض على القتل هذه الأمور لا يركز عليها في تعز كثير هناك أمور ينبغي عليكم كإعلامين أن تركزوا علىها أيضا لماذا الإصرار ما هو مصير من تم القبض عليه أساس علي وكبع أي جهارهم والأمن العدم يا أختي الكريمة أختي الكريمة تعز قبل أسبوعين كان هناك افتتاح لكل يطب في ظل هذه الحرب الظالمة أبناء تعز يفتتحون كل الطب ويفتتحون يعني قسم الماكستير لدراسة الطب الأسنان والسيدلة أبناء تعز مثل ما قلت أسارثة الجامعة وأطباء المستشفيات وموظفية تربية لمدة سبعة أشهر من غير مرتبات ومع ذلك يذهبون إلى وظائفهم لماذا لا يشار لهذه القوانب المضيئة في تعز لماذا الإصرار على تصوير تعز فقط بأنها يعني فيها قتل وفيها اغتيال ولا يتم الحديث عن قوانب مضيئة أخرى في يوم شرع وشرين مارس يحتمل أبناء تعز بيوم المسلحة العالمية وقاعات أتفق معك أستاذ علي لكن وقاعات جامعة تعز وقاعات جامعة تعز تحتمل بهذه المناسبة لمدة ثلاث أيام أكثر من 150 مدير مديرية ومدراء مكاتب تنفيذية ومدراء شؤون مالية يكتمعون في ورشة عمد لمدة ثلاث أيام لمناقشة جانب الإيرادات هناك أعمال عظيمة تتم بتاعز في ظل هذا الحصار في ظل هذا القتل في ظل هذا التدمير المنهج ولا يتم الحديث عنه أنا أعلم أنكم بحسنية الإعلاميين في تعز في تعز تحاولون أن تصو أن تظهروا ما بها من آلام لكي يفهم الناس أنا أعلم حسنيتكم لكن كثيرنا الإعلاميين بحسنية يعني يصورون للعالم أن تعز مدينة يعني لا يسكنها إلا القتلى وهذه النقطة تحديدا اسمحني أستاذ علي اسمحني رجاء طيب في هذه النقطة تحديدا هناك أيضا من يأخذ على السلطة المحلية والقائمين على المدينة بأنهم لم يشاركوا نعم أستاذ علي اسمحني أنت تحدثت فعلا عن جانب أيضا هو مهم هو مهم وهو تركيز البعض على القوانب المضغمة في محافظة التعز والأخطاء وتصيد الأخطاء للمقاومة والتقصير للسلطة المحلية وربما هذه الصورة تحديدا ترويجها للرأي العام الخارجي وهنا تأتي مسؤولية السلطة المحلية والقائمين على المحافظة في تبديد هذه الصورة وناقل حقيقة ما يحدث من معانا لتعز ولأبنائها لماذا تغيب الصورة الحقيقية لتعز وما هو الدورة التي تقومون به في هذا الاتجاه مثل ما قلت أختي العزيزة نحن ندعم يعني أنا ضربت لك مثل كلية الطب في جامعة التعز معظم أساتذة الطب والأطباء الكبار غادروا تعز لأن كلية الطب أغلقات وذهبوا إلى إيب وذهبوا إلى خارج تعز حرصنا كل الحرص على أن نعيد افتتاح كلية الطب لكي يتمكن أساتذة الجامعة أساتذة كلية الطب والأطباء الكبار من العودة إلى تعز لا توجد إمكانية ومع ذلك قلست أنا والدكتور أبو ذر عميد كلية الطب ورئيس الجامعة ووفرنا لهم ما نستطيع من إمكانيات حتى تفتح هذه الكلية افتتاح كلية الطب العمل العظيم لا يعني أنا أستغرب أن الإعلام لم يعني يظهر هذه المسألة المستشفيات تعمل المستشفى التعاون في تعز قسم الطب خلال سبع عشر قسم العظام خلال ستة أشهر قام بإقراء عمليات في حدود ألف ستمائة وستين عمليات عظام تكلفة العمليات الحد الأدنى تكلفة العمليات في حدود أربع ألف دولار مستشفيات خاصة تستقبل قرحة نحن في موضوع التطبيب ذهبنا يعني في حدود مئتين قريح ذهبوا مع المرافقين إلى تركيا أكثر من خمسة واربعين في المرة الأولى للسودان خمسة وعشرين في المرة الثانية غدا سيغادر مئة وعشر قريح إلى السودان بطائرة خاصة للسودان لتلقي العلاق مئتين قريح الإخوة الإماراتين سيذهبون بالقرحة إلى الهند مئة وستين قريح يعني جمعيات نلبي النداء السعودية ستاتي لتعمل عمليات لهؤلاء القرحة في تعز هناك عمل مستمر ودؤوب في محافظة تعز نحن بإمكانيات بسيطة وشهر أفت العزال لم تقدم الحكومة حتى اليوم المكادمة التنبيلية لتعز ولأبناء تعز بسبب هذه الأخطاء المتكررة والانتهاكات التي تصدر عن بعض الفصائل هناك أو حتى الخلايا النائمة التي ظهرت بشكل كبير فيما يتعلق بهذا الأمر ربما واحد من أسباب المعالجات هو دمج المقامة في الجيش في هذه النقطة ما الذي يمكن أن تقوله ولماذا تعثر هذا الملف لم يتعثر هذا الملف منذ تعييني محافظ كانت هذه المشكلة أنا عند تعييني محافظ كانت أمامي ثلاث ملفات مهمة الملف الأول فتح الحصار أنا غادرت من تعز إلى عدن مشاًا على الأقدام عن طريق قبل صبر وما عدت إلا وقد فتحنا خط الضباب وفكينا الحصار هذا الملف الأول الذي شغلني كثير ومثل ما قلت عندما غادرت غادرت مشاً على الأقدام وتعز كلها محاصرة لا يوجد إلا منفذ منفذ واحد فقط لخروج الناس في تعز خاركت مشاً على الأقدام من صبر إلى عدن وما عدت إلا بعد أن رتبنا خطة عسكرية لفك الحصار عن تعز وفك الحصار عن تعز واليوم الطريق سالك وآمن من عدن إلى تعز هذا الأمر أو الملف الأول الذي اشتغلت عليها الملف الثاني دمج المقاومة في القيش عندما عينت قلست مع قارة المقاومة وأسألتهم كم عدد المقاومين الذين يمكن دمجهم بالقيش قل لي عشر ألف ثلاثة عشر ألف ذهبت إلى رئيس الجمهورية واستخرجت أمر بتجنيد خمسة عشر ألف مقاومة في القيش وتجنيد ثلاثة ألف مقاومة في الأمن وبدأنا بدمج بتجنيد هؤلاء في الألوية اليوم كل المقاومين محصوبين على اللواء ثلاثة عشر سبعة عشر خمسة وثلاثين المحور اللواء مئة وسبعين لم يعد هناك مقاومة واحد يقول أنا تبع القائد الفلاني ولا تبع أبو فلان ولا تبع أقو فلان كل المقاومين اليوم يستلمون مرتبتهم واستلمون مرتبت الشهر الماضي على اعتبار أنهم أفراد في القيش هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية فيما يتعلق بالأمن أيضا قندنا ثلاثة ألف شاب من شباب المقاومة في الأمن وهم الآن في طور الترقيم ترقيمهم العسكري وسيستلمون مرتبتهم من هذا الشهر يعني أن كل أفراد المقاومة اليوم أصبحوا أفراد منضويين ومحسوبين على ألوية عسكرية صحيح أن هذا الأمر لم ينضبط مئة في المئة لكن دعيني أقول لك أنه إذا استمر تسليم المرتبات لأشهر شهر شهرين ثلاثة أشهر سنجد أن كل الأفراد أصبحوا موجودين في الألوية لأن سلطة القائد قائد اللواء وقائد المحور ساعتها سلطة حقيقية سيتم خصم غياب سيتم فصله من الجيش ماذا عن كتاب أبو العباس ومجامي غازوان المخلافي سيادة المحافظ ما لهم هؤلاء هؤلاء في الأخير أبو العباس هو أفراده الآن مسجلين مقيدين أفراد في اللواء 22 أقول يا أختي العزيزة كل هذه المظاهر لن تختفي في لحظة هذه المظاهر تختفي بالتدريج مثل ما قلت اليوم اللي محسوب على علي المعمري كقائد يعني فصيل من الفصائل إذا علي المعمري هذا الشهر لم يسلم له راتبه والشهر الثاني لم يسلم له راتبه والراتب وراتبه يستلمه من قائد اللواء 22 شهرين ثلاثة شهر لن يرتبط مع علي المعمري سيصبح فرد من أفراد اللواء 22 بالمرتبات بتحويل هؤلاء القنود إلى الجيش لكن الخطوة الأولى التي عاملناها وهي توجيه من رئيس الجمهورية بتجنيد أفراد المقاومة في الجيش وتجنيد أفراد المقاومة في الأمن بدأت وتجند الناس وترقبوا وأصبح كل مقاومة اليوم في تعز هذه رقم عسكري اليوم هذه الخطوة الأولى فيما يتعلق فيما يتعلق بتجنيد بضم بضم أفراد المقاومة في الجيش بدأت وهذا الأمر الثاني فيما يتعلق بدمج المقاومة في الجيش نستطيع أن نقول أننا خلال شهر 23 أشهر لن يكون هناك مقاوم خارج وحدات القيش لكن الآن أنا أحدثك كل أفراد المقاومة أصبحوا أفراد مسجلين ومرقبين ويستلموا مرتباتهم من الألوية وهذا ما هي قيمة أنهم حصلوا الأرقام العسكرية وانضموا إلى القيش لكنهم يمارسون ممارسات خارجة عن سياق أو إطار القيش والدولة بل يعتدون على مؤسسات الدولة ويمارسوا بلطقات على مرأة ومسمع من الجميع ويستعرضوا بالإمكانيات والمعدات العسكرية في وسط المدينة وبين المدنيين أختي العزيزة أتفق معك فيما قلت لكن عليك أن تعلمي أن 99% من شباب تعز موجودين الآن في القبهات هؤلاء الموجودين في المدينة لا يمثلون شيء أقول نتيجة لانشغال أفراد الجيش وانشغال المقاومين وأنا من اليوم لا أعد أسميهم مقاومين نتيجة لانشغال أفراد الجيش في معارك في الشمال اليوم المعركة في تعز ممتدة جنوباً باتجاه الصلو حيفان الأحكوم شمالاً باتجاه الخمسين والستين غرباً باتجاه الكدحة الوازعية قبهات القتال كلها مشتعلة كل أفراد الجيش المحترمين كل شبابنا الرائع الذي نقبل أقدامهم كل هؤلاء موجودين في القبهات إن كان هناك موجودين من أعداد في وسط البدينة ويمارسون هذه البلطقة علي من يعلموا أن هناك شرطة عسكرية ستقوم بعملها هناك قوة خاصة ستاتي هناك أفراد الجيش الموجودين في القبهات سيعودون ولن نشاهد مثل هذه البلطقة أقول هذه مظاهر طبيعية في بدينة فيها قتال فيها معارك بشكل يومي يعني أن نشاهد هؤلاء المسلحين مجموعة من المسلحين تهجمونا وتهجموناك لكن قلت أن الشرطة العسكرية من 20 يوم أصبحت موجودة والقوات الخاصة خلال أسبوع عشر يوم ستكون موجودة هذه القوتين الرئيسيتين التي نعتمد عليها ستكون موجودة في وسط مدينة تعاز ستكون أنت بتواجد أيضا في المحافظة خلالية القادمة المخزية والمخيلة والتي تشوى فعلا صنعة المقاومة أقول هؤلاء الذين يمارسون مدلات الأفعال هؤلاء ليسوا مقاومين وليسوا أفراد جيش وطني هؤلاء الجيش والمقاومة تبرأ منهم هذه أفعال نعتقد أنها أفعال لناس يعني ناس مخلين بالقانون ناس خارجين على القانون الناس يمكن أن نسميهم جماعة عنف جماعة قتل لا يشرفنا كسلطة محلية ولك قيادة محور ولك قيادة مقاومة أن ينتمي هؤلاء إلينا هذه المظاهر أنا لا أقول أنها ستنتهي تماما لكن بالتدريق ستنتهي مثل ما قلت أشرف الرجال موجودين في الجبهات وعندما ننتهي من معركة تحركة هؤلاء الذي يأخذ من هؤلاء الرجال الموجودين في الجبهات سوى يعني ساعات وستكون المدينة والمحافظة في أحسن حالاتها ومع ذلك نحن نراهر مثل ما قلت على قوة شرطة عسكرية أصبحت حقيقة موجودة في وسط المدينة لديها موقع لديها مبنى لديها أفراد لديها أطقام لديها أسلع وهي تقوم بمهمتها سوف نستطيع معنا الآن سوف ينضم إلينا الآن أيضا من مدينة تعال القوات الخاصة ستسندها بأكاديمي فيصل الحديثي ستكون موجودة لدينا عشرات الأطقام في وسط المدينة نعم أعتذر مكاسية المحافظة وأطلب من المكتب في عدن تضبيط الإيربيز مع السيد المحافظ وننضم إلينا الآن من تعز الأكاديمي فيصل الحذيفي سيد دكتور فيصل مرحباً بداية مرحباً بك مرحباً بكم جميعاً وبالإخوة المشاهدين والمستمعين نعم أبرز مكامل الخلل في محافظة تعز وتقييمك للوضع بشكل عام خاصة خلال فترة الأخيرة إذا أستطيع أن نأتي إلى حصر كل الاختلالات القائمة في تعز فأنتم ربما تتابعونها بشكل يومي ولكن دعيني نعرّق على ما قاله الأخ المحافظ لتسليط الضوء على هذه الاختلالات هناك وهم لدى السلطة الشرعية بالنظر إلى تعز لأنها ليست محاصرة وهذه مغالطة كبيرة على فكرة لأن طلابي في الحوبان لا يستطيعون الدخول والالتحق في الجامعة والمريض في خارج تعز لا يستطيع الالتحق في مستشفية تعز والقريح في تعز لا يستطيع أن يلتحق بأي منفذ خارجي للعلاج وبالتالي تعز عندها مشكلة مزمنة من عامين ونحن في الثالث هو الحصار أن يتحدث الأخ المحافظ على أنه خط الضباب هذا يعتبر خلاص الحط الكوني هذه لكتة ولا تستحق المباهة هو على أي حال دكتور فيصل هو لم يتحدث عن رفع الحصار بشكل كامل هو تحدث عن فتح منفذ للمدينة تحدث عن أنه خرج من المدينة ماشي على الأقدام عن طريق قبل صبر وعاد إليها عبر منفذ مفتوح أريد تقيمك للأوضاع الأمنية تحديداً في محافظة تعز خلال فترة الأخيرة كيف تقيمها؟ كيف تنظر إليها؟ ما تفسيرك للاختلال الأمنية التي حدثت؟ الأوضاع الأمنية والاختلالة في القائمة التسع يوماً بعد يوم وهذا مرده أيضاً لغياب السلطة المحلية المتواجدة في الميدان لبناء حكومة محلية قادرة على ضبط الأمن والسلم وتقديم الخدمات للناس يعني الآخر المحافظ ليعذرني هو لم يشتغل كمحافظ هو يشتغل كرئيس كبير المراسلين للسلطة الشرعية نحن نريده أن ينتقل من كبير مراسل سلطة الشرعية في تعز إلى محافظ أي بأنه حاكم تعز يعيد بناء السلطة ويضبط الأمن ويضبط أيضاً التقوى بالسلاح ويخفف من القريمة والقاتل والاعتداءات والناهب والاغتصال يعني أمور هذه كل يوم نسمعها وأنتم تسمعونها ونتابعها بشكل يومي في وسائل الإعلام وتتسع إلى أنه حتى الجيش الذي نتحدث عنه أنه يدمج بالمقاومة نجد بأنه طرف هذه المقاومة المندجة مثل بعض المجامع المسلحة طرف في انتشار هذه القريمة يعني من المسؤول عن هذا؟ أليست السلطة المحلية؟ أنا أريد من الآخر عن المعملية وتحدث سيد فيصل خاصة بأنه السيد المحافظة الآن يبدو أنه أتمنى أن يسمعني أنه كان هناك مشكلة في الصوت وكان يتحدث عن الإنجازات التي قامت بها السلطة المحلية للتخفيف من هذه المشاكل دكتور فيصل السلطة المحلية إلى المغائبة ولذلك لا نستطيع أن يتحدث عنها وجود منصب شرافي اسمه محافظة تعز الذي تحول قطلوكي إلى كبير مراسلي للسلطة الشرعية السلطة المحلية تعني فتح مكاتب المحافظة نيابات، محاكم، أقسام شرطة، مديريات، صحة، تعليم، طرقات، نظافة يعني اليوم نحن نتقرع عن مرات عديدة من الزبال المتراكمة في الشوارع من المسؤول عن هذا؟ النهب والاعتداءات الأمنية من المسؤول عن؟ يعني لما نتحدث عن سلطة محلية كاسم غير لما نتكلم عنها كسلطة محلية كمؤسسات نحن نريد أن ننتقل من سلطة محلية كاسم مجرد وظيفة أو منصب شرافي إلى حكومة محلية لها مؤسسات قادرة على الإنجاز لا نريد مبررات، اليوم تحتاج إلى فرع بنك مركزي لا يوجد تحتاج إلى تفعيل الإدارة العامة للبريد، تحتاج إلى فرع القضاء، النيابات تحتاج إلى منع الإتاوات من الناس إلى جيوب مجهولة نريد أن توجه الإتاوات حق الأسواق والإيجارات والأوقات وبعض الضرائب والرسوم التي تقدمها كخدمات إلى بنك مركزي بحيث تستطيع هذه السلطة أن تدير أو تشغل الإدارة المحلية إلى الآن لا نرى ملمحاً من هذه الملامح لحل المشكلة وبالتالي أنا أود أن أخذروا أن أخذروا إلى الحلول وبالتالي دكتور فيصل، هل يمكن أن تجمل لنا الحلول من وجهة نظرات للخروج من تعز من هذا المأزق وآفاق التحرير بشكل عام للمحافظة؟ يعني الحلول ليست مقرد مقترح من شخص واحد الحلول مفترضة يكون في فريق عمل متخصص ينقذ هذه الحلول بشكل عملي أنا ممكن أقترح حال قد لا يكون مناسب لمن يسمعني من الطرف الآخر الذي في الميدان الحال ممكن أعمال حال افتراضي إن سلطة محلية تبنى يعود المحافظة لمزاولة عمله يستكمل بناء الأمن ويقضى على انتشار التسليح يمنع الأتاوات من الناس إلى قيوب مجهولة ويصبح إلى البنك المركزي متابعة احتياجة الناس الفقراء، القوعاء، الأمراض، الزبالة، انعدام المياه يعني في نية الأمر المواطن في تعز الأسف يقدم تضحيات دون ثمن لم يجد لها مقابل يعني تحملت تعز كل الدفاع عن سلطة شرعية وعن الدولة وعن المستقبل وعن الدولة المدنية لكنها لم تعان الإعانة الحقيقية على الأقل فكالحصار اليوم هناك مواقهات وهي بقهد بسيط يعني لا يجد لهم أي قوة خارقة تستطيع أن تمكنهم من دحر الحصار إلى مرعد الستين نعم نعم دكتور فيصل إذن أتمنى أن يكون قد استمع إليك إلى كلامك الأستاذ علي المعمري خاصة عن صوتك قادم من داخل المدينة المنكوبة والمحاصرة محافظة تعز أشكرك جزيلا شكر دكتور فيصل وأتحول من جديد إلى سياة المحافظة ذاتا أعتذر لك على الخلال الفني الذي يبدو بسبب انقطاع الصوت من لديك كان معنا الدكتور فيصل حذيفي لأدل إذا كنت قد استمعت إلى ما طرحه وتحدث عن مشكلات كثيرة تعاني منها محافظة تعز وعن غياب فعلي للسلطة المحلية وتحدث عن حضور السلطة المحلية كاسم مقرد اسم وأن الأمر يتطلب فتح مكاتب للمحافظة والسلطة المحلية داخل المحافظة تفعيل لدور القضاء والنيابات وفي كل المؤسسات الخدمية في المدينة طيب أختي العزيزة أرجو أن تعطيني وقت بس لأردع الدكتور فيصل تحية الدكتور فيصل وأنا أتفق مع كثير مما قال الدكتور فيصل فيما يتعلق بالمؤسسات أختي العزيزة نحن عينا كمحافظة تعز ولا توجد لدينا أي مؤسسة لا في الأفراد ولا في المباني كل المؤسسات الحكومية موجودة في الحومان تشتغل مع البنك المركزي المتواقد فئة ومرتبطة بالمحافظة المعين من الإنقلابيين ما عندنا أي مؤسسات وبدأنا فعلا في تفعيل المؤسسات المالية الواقبات الخدمة المدنية الضرائب الجمارك الصندوق النظافة مكتب الأشغال مكتب الصحة التربية كل هذه المكاتب عين لها مدراء وبدأوا يعملوا وبدأوا يمارسوا أعمالهم كل هؤلاء عندما بدأوا العمل لم يجدوا مقرات تستقبلهم جهزنا لهم مقرات استقرنا مقرات لكل هذه المكاتب لكل هذه المؤسسات وجهزناها بالأثاث وجهزناها بالموازنة التشغيلية مع أننا لم نستلم أي موازنة تشغيلية حتى الآن من الحكومة فيما يتعلق بالمكاتب التنفيذية لكن اليوم لدينا مكتب مالية مكتب واجبات خدمة مدنية ورائب جمارك صحة تربية نظافة معظم المكاتب الرئيسية أصبحت تعمل في المدينة وتشتغل في المدينة فيما يتعلق بالبنك المركزي أنا منذ شهرين هنا أتابع على البنك المركزي بالأمس استطعنا أن نحصل على السيرفر وعلى البيانات الخاصة بالبنك المركزي من مصادرنا في البنك المركزي في إب عيننا مدير البنك المركزي أكثر من شهرين ونحن نبحث مع الأخوة في البنك المركزي في عدن إمكانية فاعتبات المركزي كل التعلل وكل الأعذار أن هذا الأمر مرتبط بالمحافظة البنك المركزي محافظة البنك المركزي أربعة أشهر غير موجود في عدن اضطريت قبل أسبوعين أن أذهب للرئيس الوزراء وأن يوجيه بسرعة فتح البنك المركزي عيننا الأخ معادة البركاني مدير البنك المركزي مثلما قلت البيانات الخاصة بالبنك المركزي صباحة موجودة الأسبوع القادم بيكون عندنا بنك مركزي أقتي العزيزة نطلب منذ شهرين فتح حساب البنك الأهلي حسابه نعم متى سوف يستلم أبناء محافظة تعزي رواتب لا خلينا 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 نتكلم على المؤسسات لا أخرج فقط من دائرة الوعود إلى دائرة الفعل سيادة المحافظة لا لا مش وعود مش وعود يا أختي العزيزة أنا في الأخير أنا في الأخير يا أختي العزيزة أنا في الأخير لست رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا وزير المالية ولا محافظة البنك المركزي هذه الأمور مرتبطة في محافظة البنك المركزي لكن أنا أقول للأخ فيصل الصوفي نحن المحافظة الوحيدة اللي كان عندنا أصدرنا ذهبنا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأصدر أو ووجه بتشكيل بتعين قضاء في محكمة الشرق والغرب وبعض المحاكم بدأوا القضاء فعلا بالعمل في المحاكم وأمس تدشين العمل في المحاكم والنيابة لكن أعضاء المحاكم والنيابة يوميا يتصلون ويقولوا أننا لن نمارس عمل إلا إذا استلمنا مرتبات إحنا من ستة تشهر بدون مرتبات يعني أحنا القضاء رئيس محكمة شرق ورئيس محاكمة الغرب وعضاء المحاكم ورئيس النيابة عبدالواحد منصور صدرنا له قرار من النائب العام كل هذه المؤسسات نحن سعينا إلى فتحها وتعين أشخاص لإدارتها لكن لما يكون لما نتواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أولا أخي النائب العام ونقول له إحنا نحتاج إمكانيات لتفعيل هذه المؤسسات يكون الرد منهم ليست لدينا أي إمكانيات نحن سنعين فقط والإمكانيات عليكم ونحن أعطينا بعض الإمكانيات لكن ليست هناك موازنة من الحكومة للمحافظة لإدارة هذه المؤسسات أقول الإمكانيات مهمة المؤسسات بدأت فعلا وأنا مثلما قلت هناك إدارات موجودة وتعمل وتشتغل ويمكن الأخفي صلى ما تابعش هذا الموضوع كل المكاتب الرئيسية مدير عمل بريد تشتغل وهو يقدم خدماته ليسلم مرتبات المتقاعدين وبدأ العمل في البريد الصحة تشتغل التربية تشتغل سيدة عليسية المحافظة كل هذه المؤسسات كل هذه المؤسسات هذه المؤسسات من قال غياب تهم هذه المؤسسات تعمل وتشتغل والموظفين موجودين يعملوا لكن ممتا بدأ نحن لم نستطع أن نعمل أي شيء إلا منذ أن جاء البنك المركزي إلى عدن لما كان البنك المركزي في صنعه كل هذه المؤسسات كانت موجودة وتستلم المخصصات وتعمل في الحوبان أختي العزيزة وضع تعز وضع السفنائي نحن لسنا مدينة محررة مثل عدن ومارب وحظرموت لديها إمكانيات ولديها موارد وتستطيع عمل ولسنا محافظة واقعة تحت سيطرة الإنقلاب وبالتالي عندها أيضا موارد مثل الحديدة وعلى صنعه ولمات وعليها متى سيتم تحرير تعز نعم سيدة علي وعليها متى سيتم تحت يعني قرأ الحديث كثيرا عن التحرير تصل المعدات العسكرية والقيوش التحرير والموضوع الأمن إلى حدود تعز وتنسحب ما هو بسر أمام تأخير تحرير تعز تحرير تعز مثل ما قلت هناك معركة شبه يومية في كل مكان هناك سنزاف لفيرات شبابنا هناك قتال يتم موضوع الحرب موضوع المعركة موضوع أكبر مني موضوع تديره قيادة عليا ممثلة بالقائدة على القوات المسلحة أو نائب القائدة على القوات المسلحة نحن وظيفتنا المتابعة اليومية مثل ما قال الأخوة يصد نحن كبار مراسلين فعلا لأنه من غير ذلك لا يمكن أن نقدم حتى هذا الذي تقدم في تعز اليوم المؤسسات لا أحد يستطيع أن يقول أن لا توجد مؤسسات هناك مؤسسات في موضوع النظافة المدينة محاصرة ولا نستطيع أن نخرج مخلفات المدينة إلى خارج المدينة لأن المكب والمقرب الخاص بالقمامة هو واقع تحت سيطرة الانقلابين الآن أوجدنا مقلب جديد في منطقة الضباب وهو أيضا سيشكل في أقرب وقت مشكلة لدينا مشكلات حقيقية لدينا ندرة في الموارد ما عندنا موارد الموارد تعز كانت تأتي كفرائب من المصانع اللي واقع الآن تحت سيطرة الانقلابين الحديث عن أنه لابد أن يكون هناك أمن ويكون لما توجد نحن نشتغل بالممكن ووفق الممكن وهناك قصور وهناك إشكال حقيقي في موضوع الأمن لكن نحن نشتغل وفق الممكن نحاول أن نبدل غاية القهد وفق الممكن نتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية يوجه دولة رئيس الوزراء يوجه يساعد لكن كل هذه الإمكانات التي تعطى لنا لا تفي أبدا بحجم المشكلات والمهام الملقعة على عاتقنا نحن نسعى إلى إيجاد مظهومة أمنية ولا يقد بيدكم كما أشرت شيء فيما يتعلق بالقانب الأمني وقانب المتعلق بالمعركة معركة تحرر تعز لكن عندما انتقلنا إلى الحديث عن القانب الإغاثي منظمات الدولية تتحدث بأن تعز ثاني محافظة أو من أهم المحافظات المستفيدة من القوانب الإغاثية ومساعدات الإنسانية من المنظمات في الواقع نرى بأن معاناة أبناء تعز تزيد يوم عن يوم وأن هذه الإغاثات لا تصل يعني ما تعليقك أختي العزيزة نحن بالأمس قابلنا المثل الإقليمي للمتحدة كل المساعدات كانت تصل إلى الحديدة ومن الحديدة تأتي إلى تعز لكن لا تصل إلا نسب قليلة من هذه المساعدات كانت تسرق في الطريق تمنع من الدخول استطعنا التوصل إلى اتفاق مع المثل الإقليمي لقورك خوري للأمم المتحدة يوما للسبت الماضي تقنا به واتفقنا أن كل المساعدات والمعونات التي ستقدم لتعز ستأتي عن طريق مينا عدن ومن مينا عدن ستحمل إلى تعز عن طريق الضباب في السابق كل المساعدات كانت تأتي عن طريق الحديدة ولا تصل عشرات القواطر عشرات الناقلات ظلت متواجدة خارج المدينة منعت من الدخول وعشرات الناقلات يتم سرقة الجزء الكبير من هذه المساعدات وهناك خلال قد يكون هناك أيضا خلال في موضوع توزيع المساعدات في ظروف طبيعية نعم حتى قد تم هذه الصورة المعنيين في المنظمات الدولية وماذا كان تعليقهم؟ بالتأكيد نحن كل ما نجلس مع ممثلي منظمات المنظمات الدولية نطرح لهم نضعهم في صورة ما يحدث في تعز قابلنا الوكيل وكيل الأمين العام والمتحدة في الشهر الماضي وضعناه في صورة ما يحصل من تعز في صورة احتياجة الناس في تعز قدمنا له يعني قائمة طلبات للناس في تعز أخت العزيزة لما يعني بعد سنتين من القتال والحصار أصبح كل مواطن في تعز يحتاج وظروفه ويحتاج للعون المساعدة المساعدة التي تقدم أقل بقليل يعني مما يحتاج الناس ظروف الناس أصبح الظروف صعبة وكل الناس يحتاج إلى مساعدة ما يقدم لا يلبي احتياجات الناس مثل ما قلت حتى هذا الذي كان يقدم كان ياتي عن طريق ميناء الحديدة يعني يسرق منه الجزء الكبير والذي يصل إلى تعز يحاصر ويمنعه للدخول ولا يصل إلى أقل القليل إلى المدينة اليوم بعد هذا الاتفاق الذي حصل معه كنت أسألك عن تعليق نعم ورد فعل من القائمين على المنظمات الدولية بشأن سرقة ونهب المساعدة التي كان من المفروض أن تصل إلى تعز ما هو تعليقهم على هذه الحقائق؟ واحدة من أسباب واحدة من أسباب موافقتهم على أن يتم نقل الإغاثة والمساعدات إلى عدن ومن عدن إلى تعز هذا الطرح الذي طرح لهم أن هذه المساعدات تشرق وبالتالي لا يمكن القبول بأن تأتي للمساعدات والإعانات عن طريق ميناء الحديدة قلنا لهم ينبغي أن تأتي كل الإعانات والمساعدات عن طريق ميناء عدن وهذا ما ساعدنا في أن نقنعهم بهذه المسألة نعم سؤال أخير سيد علي وسيادس المحافظ أرجو أن تضعنا في خطتكم لتفعيل السلطة المحلية في المحافظة ومتى ستعود إلى تعز أنا سأعود متى ما أجدت أن العودة مفيدة لتعز وإن شاء الله قريب بإذن الله لكن فيما يتعلق بالخطط أحنا طالما والإمكانيات لا تتوفر خاصة الإمكانيات التي تحدثت عن موازنة للمحافظة نحن اليوم أختي الكريمة في تعز كل ما نسعى له ونبحث عنه أنه يصرف مرتبات الموظفين ما عدناش نفكر أنه أدنا موازنة تشغيلية ونشغل المكاتب ونشغل نفعل هذه المسائل أصبحت يعني كل هلهم وكل المطالب اليوم أنه يصرفون مرتبات يعني أحنا الآن لمدة شهرين نتابع مرتب شهر 12 واليوم نحن في شهر أربعة أنا أقول من خلال قناة بالقيس أوجه نداء لفقامة رئيس الجمهورية لنايب رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أن حان الوقت لأن يستلم أبناء تعز راتبهم مثلما يستلم أبناء المحافظات الأخرى المحررة أقول لا يمكن القبول أبدا أن أبن تعز يحاصر وحصار وقتال ودمار ماذا عن الخطة الأمنية سيادة الحافظ؟ الناس تعبت ماذا عن الخطة الأمنية لإستمر أم في المحافظة؟ الخطة الأمنية مثل ما قلت هناك جهزنا قوة شرطة عسكرية تعمل وأيضا للمعلومة خلال الفترة السابقة كانت هناك حملة أمنية استمرت لأشهر وهي مستمرة إلى اليوم وأنا كسلطة محلية أنا أتكلم عن نفسي كسلطة محلية أدفع يوميا مخصصات هذه اللقنة الأمنية كل يوم أدفع مخصص للقنة الأمنية مئات الآلاف بشكل يومي لهذه اللقان أو لهذه الحملات الأمنية الحملة الأمنية التي تعمل حملة أمنية مستمرة منذ أشهر ونحن من يدفع يوميا مصاريف أو تكاليف هذه الحملة الأمنية وهي تقوم بواجبها بالحد الأدنى ماذا يمكن أن تصنع حملة أمنية تمتلك عشر أطقم في مواقهات أحيانا بعض الجماعات تمتلك عشر أطقم هذه الحملة تم إجهاضها في اليوم الثاني من بدئها هذه الحملة أقضت في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث عادت ثانية أنا أعلم ما تقصدي عندما تم الهجوم على الأمن السياسي والقائرة كانت هذه الحملة الأمنية بدأت من يومين لكن بعد هذه الاشكال الذي حصل فيما يتعلق بالهجوم على الأمن السياسي والقارعة القائرة عدنا من جديد نعمل سيادة المحافظة أن يكون الوضع على هذا النحو الذي يطرحته والحملة الأمنية والحملة الأمنية والحملة الأمنية مستمرة حتى اليوم نعم أشكرك جزيلا شكر سيادة المحافظة أستاذ علي المعمري محافظة محافظة تعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن كما أشكر ضيفنا كان معنا من تعز الدكتور فيصل الحذيفي أشكركم شاهدين الكرام على طيب المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا أسوان شاهر معد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني البرنامج ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة فضاء حر في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر